أنا الحقيقة عندي مشكلة كبيرة جدا جدا فيما يخص النادي الأهلي يعني أنا ما عنديش مشكلة أن أنت تنتقد أداء فرقة من فرق النادي الأهلي أي محلل أو أي حد ما عنديش مشكلة أنه هو يعمل كده ما عنديش مشكلة أنه هو لأنه الأداء أو نقد الأداء فنيا كل واحد لها وجهة نظر وكل وجهات نظر بتكون صحيحة لأنه كل واحد بيتكلم من وجهة نظره كما يرى خلاص؟ فما عنديش مشكلة في هذا الأمر ولكن أن أنت تطلع تكذب على الناس وأن أنت تطلع تدلس على الناس وأن أنت تطلع تقول كلام هو كلام غير حقيقي أو تطلع تتكلم بهذا بأمور ليست حقيقية أعتقد أن هنا يجب أن نتوقف دائما على مثل هذه الأمور ونتكلم فيها عشان كده الناس اللي طلع تقلل من الناس بتطلع تتكلم وخلاص فأنا هنا بوجه رسالة ونصيحة لناس اللي طلع تقلل من كولر ومن لعبة النادي الأهلي وبيتكلموا أن في لعبة متسيطة على الفاضي أنا بقول لحضراتكم من فضلكم اتفرجوا على مطشاط الأهلي أنا بتكلم بمنتهى يعني الراحة كمان يعني تفرجوا على مطشاط النادي الأهلي بدون أن تضع الانتماءات اللي بتسيطر على الرأي أمامكم يعني لو أنت ما بتشجعش النادي الأهلي اتفرج على النادي الأهلي وحاول ما تشجعوش أوكي ولكن حاول أن أنت ما تحطش هذا الأمر أمام عينك واحد زي إمام عشور مثلا لما تيجي تتكلم عن إمام عشور خلال هذه الفترة والنادي الأهلي ما بيجيبش غير اللاعبين اللي بيبقوا موجودين في منتخبات مصر أو بره مصر كمان يعني إيه؟ يعني لما تيجي تتكلم عن إمام عشور واحد من أهم اللاعبين في مصر إن شاء الله يكون واحد من أهم اللاعبين في أفريقيا ويتقلق أكتر وأكتر خلال الفترة جاية أنا بشوف إن إمام عنده أكتر من كده عنده كلنا كأهلوية شايفين أو كمحللين بلاش أهلوية شايفين إن إمام عنده أكتر من كده كمان ولكن ليه بتهده في إمام أو بتحول تهده في إمام هل هو على فكرة إمام لم ينتقل من نادي الزمالك لنادي الأهلي إمام انتقل من نادي الزمالك لنادي في الدنمارك ثم هنا أصبح عقده في هذا النادي هنا النادي الأهلي من حقه إن هو يتفاوض معاه زيه زي أي لعب في العالم فتفاوض معاه وجابه في ناس بعض الناس شايف إن هو متسيط على الفاضي وإن أداءه ضعيف وجمهول الأهلي يعني بيسقف له وبيعمل له عشان هو بيجيب أهداف الحقيقة هذا الكلام هو كلام غير صحيح وكلام غير حقيقي كلامكم لا يؤثر على إمام ولكن أنا لما لقيت إن في الفيديو ده بيطلع كتير وفريق الإعداد جابهولي بصين عليه هو كلام قد يكون فيه نقد مثلا لو كلام فيه نقد يخص طريقة لعب إمام محدش حايفين هيتكلم ولكن أن أنت بتهد في اللاعب ده تحديدا لمجرد أنه هو انتقل من هنا لهنا أو لمجرد أنه هو جي النادي الأهلي هو ده اللي مش هنسمح بيه لأنه كل واحد عايز يبقى تريند يطلع يتكلم كلمتين على أي لاعب في النادي الأهلي وخدوا بالكم أنه النادي الأهلي عنده مباراة مهمة ومصيرية ونادي الأهلي بيلعب بإسم مصر زي ما نادي الزمالك حيلعب بإسم مصر في الكونفيدرالية مش عايز تساند النادي الأهلي مفيش مشكلة ولكن اسكت يعني إذا سكت في هذه الفترة لغاية بس يوم 25 وبعد يوم 25 نعملوا اللي أنتوا عايزينه ويقولوا زي ما أنتوا عايزين وهدوا زي ما أنتوا عايزين ولكن خلينا نعدي هذه الفترة علشان الفترة دي مهمة جدا عندنا ماتش يوم السبت إن شاء الله هو الماتش الرابع والأخير في سلسلة المباريات اللي كنا متكلمين فيها مباراة إن شاء الله ربنا يكرمنا لو كسبنا هذه المباراة يبقى 12 نقطة من 12 نقطة نحط هذه المباريات على جنب ونبتدي بقى نفكر في البطولة الإفريقية وكيف نستطيع أن نساند وندعم الفريق يوم 18 ويوم 25 هو ده بس اللي حنفكر فيه خلال الفترة اللي جاي فيش حاجة تانية حنفكر فيه هو ده بس اللي حنفكر فيه إن شاء الله بعد مباراة يوم السبت ومساندة ودعم دائمة الحقيقة خلال هذه الفترة اشتركوا في القناة